لا تنسون عام 1907 اوصيكم اوصيكم وانتم وابنائكم لا تنسون 1907 مؤتمر اخر نجني ثماره المرة الان عام 1907 دعا له رئيس وزراء بريطانيا في ذاك الوقت اسمه كامبل بانرمن دعا سبع دول اوروبية ليست من بينها المانيا دعا سبع دول وقال لهم بالفعل نحن الان في مرحلة انحدار فيسأل السبع دول يقول بيننا خلافات كبيرة وبيننا تنافس خطير لكن هل تريدون البقاء على القمة ام تريدون بالفعل مواصلة السقوط فاذا بالاجمع يقول لا نريد البقاء على القمة وزعت في تلك اللحظة خرائط الوطن العربي كل الوفود كل فرد اخذ بلا شك خريطة الوطن العربي فاذا بيسأل كامبل بانرمن استلمتم الخرائط قالوا نعم واذا يطرعونها فاذا بيقول هذه المنطقة من الخليج الى المحيط هي سر قوتنا وسر ضعفنا هذه المنطقة الان منطقة ضعيفة ضعيفة مهلهلة جاهلة متشرذمة يتقتلون على قطرة ما لكنهم يمتلكون كل مقومات النهضة يمتلكون ما لا نمتلك كلهم الا بعض الاقليات البسطة كلهم يتبعون دين واحد بينما في اوروبا عشرات وعشرات المداحب يتهمت له الدين واحد لغة واحدة يقول من يذهب من الكويت الى انواكشوت ما يحتاج مترجم يتكلموا اللغة واحدة شوفها المساحة الشاسية هذه المنطقة تشرف على اوروبا من الشمال وعلى افريقيا من الجنوب وعلى شبه القرى الهندية وعلى اسيا هذه المنطقة تحتوي على كل الرو ماتيريالز كما ذكر هناك المواد الخامل اللي يحتاجها الغرب هذه المنطقة تستطيع ان تخنق العالم كله من خلال مضيق هرمز باب المندب قناة السويس مضيق جبل طارق فاذا هذه المنطقة ما لم تظل ضعيفة انهضت لانهم كما قال لا يحتاجون الا لي قيادة صالحة بس قيادة صالحة متى ما حصلوا على القيادة الصالحة ستنهض هذه الامور لانهم لديهم كل مقومات النجاح فاذا بالسؤال ماذا نفعل انا تمناكم اخواني الله يلو احنا ندرس الماد خلانكم تقرؤون كل مقرراتهم خلونا نفهم شي اللي صار ضدنا اذا بهم يصلون كما قلت لكم الى ثلاثة امور يقولون يجب زرع جسم غريب يفصل المشرق العربي عن المغرب العربي نسمو اسرائيل الاوراب عندي ما قالوا اسرائيل بالانجليز وبالعربي لكن ما قالوا دالوا جسم غريب هذا الجسم الغريب له ثلاثة اهداف الهدف الاول ان يفصل المشرق العربي عن المغرب العربي الثاني ان يكون ولا اهل الغرب الثالث وهو المهم الثالث وهو المهم الثالث وهو المهم ان يجعل المنطقة في حالة لا توازن لان التوازن يولد الاستقرار والاستقرار يولد النهضة ونحن نريد ان نخلق اجواء تمنع نهضة الامة ان نهضت فستأتي على حسابنا هذا الكلام في مقررات اذا ما قرأناها هذا خطأ نعنا فاذا بالغرب بالفعل يقرر انشاء جسم غريب له ثلاثة اهداف يفصل المشرق العربي عن المغرب العربي يكون ولاءه للغرب ويعطل نهضة الامة العربية ليه ما قرأناها الهلمة المقررة من عام 1907 احبابي من عام 1907 ما قرأناها المقررات والله لولا امر بيدي يقرر انقررها على طلابنا في كل المراحل نحن الى اللحظة هذه ما عرفنا عن هذاك المؤتمر واتحدى ان يكون احد عنده مقررات المؤتمر اتحدى بينما الذي عرف عنه اليهود فاذا باليهود بقيادة حايم وايزمن يذهبون الى بريطانيا ام الخبائث والى المانيا والى كل الدول واول ماذا هو طبعا للخلافة التركية لكن مناعهم طبعا الخليفة عبد الحميد السلطان فاذا بهم يقولون قرأنا المقررات ايش رأيكم احنا نكون الجسم الغريب معاهدكم ان ولائنا لكم للغرب بس بشر ما تتركون كل ما نطلب منكم اعطونا اياه لنا دور واحد تعطي النهضة الامة يكفيكم قالوا يكفونا يكفينا ذلك فاللي تراه انت الان هذا عقد بينهم اننا نعطل نهضة الامة نجعل الامة في حالة لا توازن لان التوازن يولد الاستقرار والاستقرار يولد النهضة ونحن لا نريد لهذه النهضة فاسرائيل لا تريد ان تخسر كثير تعالوا انتم وانا يقول بدوركم فلا يمكن تسمح لا انبيكا ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا اي الدول لي بهزيمة اسرائيل لان هزيمة اسرائيل يعني هزيمة مشروعهم الذي وضع عام 1907 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة